السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه يا برايمر سري يا رب تكونوا بخير تعالوا مع بعض نعمل مراجع سريع على التنوين وانواع التنوين وطريقة كتابته وطريقة نطقه ونحل شوية تدريبات من اللي موجودة عندنا في الكتاب تعالوا نرجع مع بعض على التنوين اولا ايه هو التنوين التنوين هو عبارة عن حرف نون فاكنة ينطق اخر الكلمة ولكن لا يكتب طيب بيتكتب ازاي بيتكتب على صورة التنوين اللي هو ايه بالزبط اللي هو تنوين بالفتحة او بالكسر او بالضم التنوين بالفتحة يبقى عبارة عن فتحتين التنوين بالكسر عبارة عن كسرتين والتنوين بالضم عبارة عن ضمتين طيب ده الشكل المعتاد بتاعنا طيب وهنطق ازاي هنطق التنوين بالفتح ان بالكسر ان بالضم ان طيب نجرب مثلا على كلمة كلمة زي كلمة اسد عايز نطقها بالتنوين بالفتح هنطقها وكأن اخرها فتحة الاول وبعدين هزود النون في الآخر ازاي؟ يعني مثلا هقول أسدان وبعدين هحط النون أسدان 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 كده نطاقة التنوين بالفعل تحتنوين بالكسر أسادي 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 هنطق كأن آخر حرف في الكلمة عليه الحركة بتاعة التنوين اللي هي فتحة أو كسر أو ضم على حسب أنا عايزة أنطق التنوين بالإيه وبعدين هزود نون في الآخر فهيطلع معايا نطق التنوين صحيح أسادي 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 نطقطاه بالضم طيب نيجي لشكله شكله بالنسبة للتنوين بالضم أو بالتنوين بالكسر فأنا بضيف ضمتين أو كسرتين على آخر حرف في الكلمة الأصلية تمام؟ ما فيش أي مشكلة فيه طيب عندي مشكلة صغيرة في التنوين بالفتح إيه هي المشكلة الصغيرة؟ المشكلة إن كلمة زي كلمة أسد عايزة أحط لها تنوين بالفتح حطيته على الدال لأ كده مش صحيح ليه؟ لأن التنوين بالفتح تقيل شوية على الحروف ما بيقدروش يشيلوه بيحتاجه عكس يساعده اللي هو حرف الألف اللي بنزيفه طيب كل الحروف ما بتقدرش تشيل التنوين بالفتح لأ فيه تلات حروف قوية بتقدر تشيل التنوين بالفتح اللي هي إيه؟ اللي هي الهامزة على الصدر والألف والتق المربوطة التلاتة دول يقدروا يشيلوا التنوين بالفتح من غير إضافة ألف تمام؟ تعالوا نحل بقى مع بعض التدريبات أول سؤال اقرأ ولاحظ الصوت الأخير للكلمة أول كلمة كلمة قمران طبعا ده تنوين بالإيه؟ بالفتح كلمة الأصلية قمر لما زودت لها التنوين بقت قمران طيب الكلمة التانية فنان فنان هل أنا ينفع أشيل النون؟ أشيل صوت النون وأشيل حرف النون وتبقى فنان لأ طبعا هغير الكلمة هو ده الفرق بين أن الكلمة يكون أخرها نون صحيحة أو أن يكون أخرها تنوين عشان كده نركز جدا في الإملاء بتاعتنا ونركز ونشوف هل النون اللي احنا سمعناها دي من الكلمة الأصلية ولا هي زيادة على الكلمة لو زيادة على الكلمة يبقى هو مجرد صوت حرف النون ولكن ده تنوين إنما لو كانت حزفنا النون وأثرت على الكلمة يبقى دي نون صحيحة من أصل الكلمة زي مثلا كلمة فنان فبالتالي هكتبها نون مش هحطها تنوين طبعا طب الكلمة اللي بعدها قطن قطن سمعيني التنوين؟ قطن قطن شايفين الفرق بين فكرة نطق التنوين ونطق النون الصحيحة من الكلمة؟ قلامين قلامين زمن زمن لو فقرنا نشيل النون الأصلية هتغير الكلمة تماما شمسا شمسا إنما هنا لو شلت التنوين شمس ما أثرتش معايا في الكلمة أحسن أحسن أسادن بدن كالبن جبن طبعا فيه فرق كبير النشاط التاني اشترى أخي الصغير لعبة أو لعبة أو لعبة هو كاتبها لنا بالتنوين بس تبتلت صوره بيقولي اختاري الصورة الصحيحة مين شاطر هيقولي ايه هي الصورة الصحيحة؟ طبعا الأولى لأن أخرها تنتهي بتاق مربوطة والتاق المربوطة تقدر تشيل التنوين بالفتحة بمنتها السجولة طيب نام الطفل مبكرا ها أنهي مبكرا فيهم طبعا اللي في النص طيب ليه؟ عشان خاطر الرق مش هتقدر تشيل التنوين فهتحتاج العكاس بتاعه وطبعا ما ينفعش حط أخرها نون لأن هي مش نون هو أخرها تنوين والتنوين نون ساكنة تنطق لا تكتب رسمت فاطمة نقط جميلا وجها التنوين على الهاء وبعد كده ألف عشان التنوين بالفتح تقيل على الحروب فلازم العكاس بتاعه طيب رأيته نقط زرقاء اللون رأيته سماء الهمزة تقدر تشيل التنوين كرم المعلم فتن مؤدبا ألف النص أيوة دي عشان أخيرها ألف لينة فتاة فتاة تبقى فتن تمام؟ والتنوين أهو موجود مش هتضيف نون ومش هتضيف ألف ولا أي حاجة ليه مش هنا مش هتضيف الألف عشان الألف اللينة الألف اللينة قدت مكانها خلاص؟ طيب نشاط رقم 3 اقرأ الكلمات الأتيها وضع التنوين كما في المثال طيب أول خانة عايزني أحط التنوين بالكسر تاني خانة بالفتح تالت خانة بالضم أرنب هتبقى إيه؟ أرنبين بالفتحة تبقى أرنبا بالكسر بالضم احنا كده عملنا بالكسر وبالفتحة يفضل لنا بالضم وتبقى أرنبا طيب بالنسبة لنجوم نجوم ونجوما هنركز نشوف ها هنضيف هنضيف ألف آه طبعا هنضيف ألف عشان الميم ضعيفة وإضافة التنوين بالضم سهل ما فيهوش مشكلة آخر واحدة كلمة شجرة نخليها شجرتين وشجرتين وشجرتين أعملوها لوحدكم وطبقوا على الكلام اللي احنا قلنين طيب تعالوا نبص مع بعض في الصفحة اللي بعدها نشاط رقم أربعة قطارا ده تنوين بالإيه؟ قطارا تنوين طبعا بالإيه؟ بالفتح هنكتب جنبها تنوين بالفتح طيب علم 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 تنوين بالإيه؟ بتضم برافو معلم معلم تنوين بالضم طبيب طبيب تنوين بالكسر برافو السؤال اللي بعده اكتب أسماء حيوانات في كل مكان مع وضع التنوين المطلوب بصتوا هنعمل إيه؟ أنا هقول أسامي حيوانات وانتوا هتحددوني المكان بتاعها وعلى حسب المكان بتاعها تشوفوا هتحطوا تنوين بالفتح ولا بالضم ولا بالكسر مثال لو أنا قلت لكم كلمة أولا احنا عندنا ثلاث أماكن اللي هما السماء والغابة والبحر طيب لو قلت لك كلمة زي كلمة نسرا أو كلمة زي كلمة نسر يعني بلاش نسرا نسر النسر ده هيتطير فين؟ هيتطير في السماء فهيحط كلمة نسر هنا طيب فوقه هنا قيل لي اللي هيبقى تبع السماء هيتحط له تنوين بالفتح هزود تنوين بالفتح وطبعا هحط الألف خلاص كده؟ طيب كلمة زي كلمة إيه؟ مثلا دب الدب بيعيش فين؟ في الغابة يبقى أنا هكتبوه تحت سورة الغابة طالب مني هنا تنوين بالضم يبقى أنا هحط له هنا تنوين بالضم طيب كلمة زي كلمة قرش قرش ها طبعا القرش بيعيش في البحر يبقى أنا هحطه تحت سورة البحر هيتطلب تنوين بيكسف تبقى قرشين خلاص تعالوا نكمل بقى سقر سماء برافو تبقى سقرا عصفور في السماء يبقى عصفورا برافو طيب دب خلاص كتبناها طيب أسد موجود في الغابة يبقى أسد قرد قرد برافو سلحفات اه أنا قلتها بالتنوين اهي هيبقى هنحطها طبعا في البحر السلحفات ممكن تعيش في البحر وممكن تعيش في البحر كمان طيب سمكة تبقى سمكتين وتتحط تحت سورة البحر تمام طيب السؤال اللي بعده أكتب بخط جميل فيه بزور اليوم كل أزهار المستقبل هنكتبها بخط جميل هنا ونكتب على السطر آخر حاجة سؤال الإملاء هنكتب جملة بسيطة خالص اكتبوا ورايا ذهبا ذهبا محمد محمد إلى المدرسة إلى المدرسة مبكرا مبكرا نقطة دي الإملاء بتاعتنا تمام هنبدأ نبص بقى في الدرس بتاعنا آدم المبتكر تعالوا يا أولاد يلا يفتحوا معي صفحة 226 كتاب المدرسة على درس آدم المبتكر نقرأ مع بعض اقرأوا قراءة صامتة لوحدكم الأول اسمعوا مني القراءة الصحيحة وتعالوا نشرح الدرس مع بعض ونستخرج الصوتيات وكمان المفردات الجديدة اللي موجودة عندنا في الدرس الدرس اسمه آدم المبتكر هيتكلم عن ولد اسمه آدم الولد ده مبتكر يعني إيه مبتكر؟ يعني بيحب يخترع الحاجات ويطور فيها وينشئ حاجات جديدة أو يصنع حاجات جديدة من الحاجات القديمة اللي موجودة عنده تعالوا نقرأ الدرس ونفهم أكتر آدم طفل عمره 9 سنوات تلقبه أمه بأستاذ كاركوب لحبيه الشديد لتجميع الأشياء الغريبة واقتنائها كالعلب البلاستيكية والصناديق الكرتونية وبقر المناديل وغيروها من الأشياء التي في نظر بعض الناس عديمة المنفعة طيب الولد آدم أولا عمره 9 سنوات أمه والدته بتلقبه بأستاذ كاركوب ليه بتلقبه بأستاذ كاركوب؟ لأنه بيحب جدا يجمع أشياء غريبة ويحافظ عليها ويحتفظ بيها زي إيه؟ زي العلب البلاستيكية اللي ممكن تكون مثلا جبنا فيها أي حاجة كده من السوبر ماركت وخلصناها خلاص هو مش بيحب يرميها هو بيحب يحتفظ بيها صناديق كرتونية العلب الكرتون وكمان بقر المناديل لما بيخلص بيحتفظ بيه ممكن تكون الحاجات دي في نظر الجميع حاجات عديمة المنفع يعني فاقدة المنفع ما لهاش لازمة طيب الولد آدم ده بيحب يحتفظ بالحاجات دي ليه؟ عشان هو بيحب زي ما اتفقنا أنه هو بيحب يبتكر حاجات جديدة يخترق حاجات جديدة هيبدأ أنه هو يعمل إعادة تدوير للحاجات دي ويصنع منها حاجات مختلفة والمفروض يا برايماري سري تكونوا فاكرين معايا لما خدنا في مرة درس إعادة التدوير وبدأنا أنه من إزازة فاضية نقدر نعمل مقلمة ونقدر نعمل شنطة ونقدر نعمل حصالة ونقدر نعمل حاجات كتير جدا من حاجات عدمت المنفع أو النفع الأساسي بتاعها انتهى زي مثلا العلبة أو الإزازة اللي أنا كنت جايبها عشان كنت بشرة فيها مية خلصتها ولكن مرمتهاش أنا قصتها واخترعت أن أنا ممكن أعمل فيها مقلمة ممكن أعمل حصالة هو نفس فكرة آدم آدم بيحب كده بيحب إعادة التدوير طيب رقم اتنين زيت يوم خرجت الأم من البيت لزيارة صديقتها وكان آدم يشعر بالملل الشديد حيث أنهى واجباته المدرسية طبعا آدم خلص واجباته المدرسية وكان قاعد زهقين شوية فمش عارف يعمل إيه فقرر يعمل إيه فجأة قرر أن يبني مدينة كبيرة متكاملة فدخل غرفته وتوجه إلى مقتنياته إيه هي مقتنياته؟ مقتنياته اللي هي ممتلكاته الحاجات بتاعته يعني اللي هي بقى إيه طبعا إلا أنا زي ما قلت لكم إن هي علاب بلاستيكية وصناديق كرتونية أقر مناديل أي حاجة أي حاجة كان بيحب يحتفظ بيها قائلا أخيرا حان الوقت لإستعمال مقتنياته المفضلة آدم قرر يقوم ويبتكر حاجة جديدة قرر إنه يعمل مدينة كبيرة ويحط فيها بقى إيه كل الحاجات اللي بتكون موجودة في المدينة يعمل لها مجسم صغير كده مثال للمدينة تمام؟ والمرة الجاية إن شاء الله في الجزء التاني إن الدرس هنشوف هو عمل إيه بالزبط طيب تعالوا مع بعض بقى من الجزء اللي قرأنا نطلع بعض الصوتيات أول حاجة لو طلبت منكم مد بالألف مين يستخرج مد بالألف؟ برافو عندي كلمة زي كلمة آدم كلمة زي كلمة أستاذ كلمة زي كلمة أشياء وكلمات كتيرة جدا فيها مد بالألف طيب لو طلبت كلمة فيها تنوين اللي إحنا لسه شرحينه حالا هتستخرج تنوين وكمان هتبين نوع إذا كان بالفتحة أو بالكسر أو بالضم عندي كلمة زي كلمة كلمة زي كلمة سنوات تنوين بالكسر برافو عليكم وعندي كمان كلمة زي كلمة مدينة كبيرة متكاملة تلات كلمات والتلاتة فيهم تنوين بالضم عندي كلمة فيها تنوين بالكسر وكلمات كتير فيها تنوين بالضم طيب طيب لو طلبت مثلا نستخرج لام شمسية تبقى ده كلمة زي كلمة الشديد طيب كلمة فيها لام قمرية هتكون كلمة زي البلاستيكية وطبعا فيه أمثلة كتير وكلنا بنعرف نستخرج الحاجات دي بمنتهى السهولة طيب لو طلبت حاجة مختلفة لو عايزة لام تعليل وطبعا كلنا برضو عارفينها والمفروض بنعرف نستخرجها وهي عبارة عن لام كسرة هتبين السبب تعالوا نقرأ كده سريعا آدم طفل عمره 9 سنوات تلقبه أمه بأستاذ كاركوب لحبه الشديد لتجميع أنا عندي هاتنين لام تعليل لحبه ولتجميع لحبه ولتجميع بقى هي سمته أستاذ كاركوب عشان هو بيحب حبه الشديد لتجميع الأشياء الغريبة تمام كده؟ طيب لو طلبت حرف جر متصل حرف جر متصل يعني إيه حرف جر متصل؟ طبعا إحنا كلنا عارفين حروف الجر من إلى عن على فيه والكاف واللام والباق المتصل إيه؟ اللي هيكون ماسك في الكلمة زي كالعلب حرف الكاف وكمان بقى الملل بقى الملل كاف والباق هنا ومتصلين الكاف والباق هنا متصلين بالكلمة وهو ده حرف الجر الإيه؟ المتصل طيب تعالوا مع بعض مثلا نستخرج فعل هيبقى فعل زي إيه؟ تلقبه تلقبه هنا أهو تلقبه فعل طيب لو كلمة آخرها تاء مربوطة كلمة زي كلمة عديمة عديمة طيب اسمه موصول أسماء الموصولة زي الذي والتي موجود عندنا هنا التي تمام وفي حاجات كتير مثلا ممكن أطلب أليف لينة فهنقرأ كده لحد ما هنوصل لكلمة أنهى أنهى تمام تعالوا مع بعض ننتقل إلى المفردات اللي موجودة عندنا في الدرس آدم طفل عمره تسع سنوات سنوات مفردها سنة برافو عليكم تلقبه معناها تنادي تلقبه معناها تنادي أستاذ كاركوب لحبه حبه عكسها إيه؟ كرهه حبه عكسها كرهه أشياء مفردها شيء أشياء مفردها شيء غريبة غريبة يعني إيه غريبة؟ يعني مختلفة غريبة يعني إيه؟ مختلفة طيب وعكس غريبة مألوفة عكس غريبة مألوفة اقتناء اقتناء معناها امتلات اقتناء معناها امتلاك عديمة المنفعة معناها فاقدة المنفعة عديمة المنفعة معناها فاقدة المنفعة طيب عكسها نافعة عديمة المنفعة حاجة عديمة المنفعة هيكون مضدها أو عكسها حاجة نافعة طيب تجميع عكسها إيه؟ تفريق تجميع عكسها تفريق مقتنياته معناها ممتلكاته مقتنياته معناها ممتلكاته طيب متكاملة معناها تحتوي على كل العناصر متكاملة معناها تحتوي على كل العناصر تعالوا نقول مع بعض الكلمة ومعناها كلها على بعضها تلقبه تنادي تلقبه تنادي الغريبة المختلفة اقتناء امتلاك عديمة المنفعة فاقدة المنفعة متكاملة تحتوي على كل العناصر مقتنياته ممتلكاته حانة جاءة المفضلة المحببة المفضلة المحببة الكلمة وجمعها طفل جمعها أطفال سنة جمعها سنوات شيء جمعها أشياء علبة علب صندوق صناديق بقرة بقر منديل مناديل مدينة مدن الكلمة وعكسها الغريبة عكسها المألوفة الشديد عكسها الضعيف تجميع عكسها تفريق عديمة المنفعة عكسها نافعة أنهى عكسها بدأ يبني عكسها يهدم يبني عكسها يهدم متكاملة عكسها ناقصة تمام يا برايمري؟ طيب تعالوا مع بعض كده نقول السؤال والإجابة اللي موجودة عندنا في الدرس كم عمر آدم؟ كم عمر آدم؟ عمر آدم تسع سنوات برافو عليكم عمر آدم تسع سنوات طيب بما تلقب الأم آدم؟ بما تلقب الأم آدم؟ الأم تلقبه بإيه؟ أستاذ كاركوب برافو أستاذ كاركوب لماذا تلقب الأم آدم؟ بأستاذ كاركوب تلقب الأم آدم بأستاذ كاركوب لحبيه الشديد لتجميع الأشياء الغريبة والأشياء التي في نظر الناس عديمة المنفعة ما الأشياء التي يقوم آدم بتجميعها إيه هي الأشياء اللي بيقوم آدم بتجميعها العلب البلاستيكية الصناديق الكرتونية وبكر المناديل لماذا خرجت الأم من البيت لزيارة صديقتها برافو عليكم السؤال اللي بعده كيف كان يشعر آدم بعد أن أنهى واجباته المدرسية كان يشعر بالملل ماذا قرر آدم حتى لا يشعر بالملل؟ قرر أن يستعمل مقتنياته المفضلة ويبني مدينة كبيرة كده خلصنا الأسئلة الموجودة عندنا في الدرس وبكده أخذنا الدرس وشرحناه وكمان استخرجنا استوطيات والمفردات الجديدة وكمان الأسئلة اللي ممكن تجلنا على الدرس يا ريت يا برايماري نذاكر الدرس كويس الجزء اللي أخذناه ونكتب الدرس كده مرة ونكتب كمان المعاني والمضاد والجمع وربنا معاكم إن شاء الله ونكمن إن شاء الله باقي المتباقي من الدرس المرة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته